موسيقى 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 سلام يا اصحاب انا هلأ رح رجيكم على وصفة المعمول بطريقة سهلة وكتير هينة ومنما صعبة وخلال 3 ا4 ساعات بتكونوا عاملينها اذا الصبح عجنتية بعد ما تخلصي شغل البيت والطبخ بتقدي بتصطيها بكل سهولة ما قدروا لي تمتري لتاني يوم او لتالت يوم حتى السوية انا عملت هون كيلو ونص بس سميدة طلعوا عندي مية وستين قطعة فعملت الطمر وجوز وفستو احلبة اذا بعد ما عملتوا معمول العيد فجربوا هالوصفة هايدي سهلة وسريعة وان شاء الله بنعاد عليكم وبنعاد على الجماع بالصحة وسلامة وكل عيد وانتوا بخير وخلينا نبنش هالأبو الوصفة متأسف يا جماعة انا فتكرت الكاميرا عم تشتغل من الاول وطلعت الكاميرا ما كانت تشتغل فانا هون حطيت كيلو سميد ناعم وخمسمائة جرام سميد خشن يعني الكيلو سميد ناعم ست كبايات والخشن ثلاث كبايات يعني نصهم هلا رح اخلط الكل مع بعضهم متأسفي مرتاني لانه الفيديو رجع ووقف مرتاني معي حطيت اربع معالق سكر كبار بهاي معلقة الطعام المنعير فيها وحطيت معلقة محلب كبيري كمان هيدا المحلب يلي بستعمله من الجرين فالي وصميد مرتان بدي اذكر هيدا نوع السميد يلي استعملته فيكم تستعملوا اي نوع سميد موجود عندكم بيمشي الحال كيلو ناعم يعني 6 كبايات ونص كيلو خشن ثلاث كبايات هلا بدي اخلط هيدا الكميه كلياته مع بعضها شوي انا عندي هون 500 جرام زبدة دوبت على النار سخني شوي بس منها غالية بس سخني انا استعمل زبدة اللورباك يلي ما عنده زبني وعنده سمني بدي استعمل السمني في استعمل سمني يلي بدي يخلط سمني وزبدة كمان يخلط سمني وزبدة يلي موجود عندكم فيكم تستعملوا انا عندي هلا الزبدة ما عندي سمني فراح استعملها استعملها بدل السمني وانا عادة انا بحب الزبدة اذا تستعملي زبدة نوعية جيدة بتعطي نكهة طيبة كتير للعجينة هلا راح ضيف الزبدة واخلط يلي بيحب يخلط على ايده وما في ميناء يخلط على ايده بس انا حبيت استعمل العجينة موسيقى في هذه المرحلة انا خلطت انشي خمس دقائي بالخلاط اللي بيحب خليها لتاني يوم ويرجع يكفي بقية المواد يحط عليها في خليها بس انا شو رح اعمل رح كفيها كل ياتا واتركها شي حوالي خمس ساعات بتكون صارت منيحة وارجع اشتغل فيها رح اشتغل فيها بنفس النهار عادة انا بقى ساوية واتركها اليومين ضل كل يوم اخلط فيها اخلط فيها بس هالمرة رح استعمل طريقة جديدة رح اخلط كل شي مع بعضه واتركها شي خمس ساعات وبرجع منشوفها كيف رح تصير هلا رح ضيبكو بحليب لقلة واخلط جميعا رح ضيبكو بماء كمان رح ضيبكو بماء رح ضيبكو بماء هلا رح وقف الخلط خلط افرجيكم العجينة كيف صارت هاي العجينة هيك طريقة بس بمنا نتركها خمس ساعات منشان محب تسميده تفتح ونرجع ونشتغل فيها الآن نغطيها ونتركها 5 ساعات وبعد الخمس ساعات نرجع لكم وفرجيكم كيف راح تصير الآن لازم نحضر الحشوة تبعية المعمونة أنا عندي هون 250 جرام جوز مطحون وفستق أحلى 250 جرام وعندي هون 1.5 كيلو طمر فهلأ شو راح عمل اول شي راح حط معلق السكر على كل نشجوزه من الطمر نشجوزه من الفستق الحلب رمضان فمنخربت كتير بالحكي وهلأ راح حط موارد هيدا الموجود عندي هلأ موارد ما عندي مظهر فراحط بس موارد من دي كل الأحوال اللي أحب الموارد سوف نحط قطر كمان راح حط معلقتين قطر بالأول سوف نستعمل المعلقة للعيارات نستعمل المعلقة للعيارات سوف نلزه موسيقى 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 نحضر كمان التمر موسيقى 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 يجب ان يضعوا هذه العجينة كما ترى تفتحت السميدي وصارت مأحليها يعني اخذت وهاي بعد ثلاث ساعات حتى ما تركتها لخمس ساعات ولا شي بعد ثلاث ساعات فهلأ شو راح اعمل بحط الله نص معلقة خميرة هيا الخميرة عندي وهي دي نص قدانت في ماء نص كباية شاي ماي وهي دي الخميرة نضع الخميرة وصف مع القصير لان ما بده خميرة كثير نحط الخميرة على طول دغري قبل ما نبلش لان ما بدنا ايها تخمر ندود الخميرة منيه نضع خميرة هذا الخميرة هذا الخميرة عجيمة منيحة موسيقى 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 من الشهر الطوابع كل واحد يستعمل انا لديها الطوابع البلاستيك بس يضغط على و ينزل لديها الطوابع عندي عدة اشكال عندي للجوج وعندي للطمر وعندي للفستق الحلبة وعندي هاو في يطبع فيهم كمان نفس الشي وعندي هايدة كمان في يطبع فيها وحتى عندي اشكال كثيرة بس انا ملية ببيتي انا عندي ابني وعم بستعمل الاشياء اللي جبتها معي بس انا عندي علبي ملياني كلها اشكال طوابع بس هلا هاول رح استعملن بس ان شاء الله مرت جاية بس اعمله مرتينة فارجيكم على العدة اللي عندي اياها هلا رح نبلش اول شي بالطمر هلا عندي هيدا وعندي هيدا للطمر خلق حسب القلب نشوف قدة بياخد معي انا ما بحب العجينة تكون سميكة هيا نبشيل منها شايفين خلق كلها بدي اعمله هون بس بضغط على هاي هيك بينزل هيدا هي هيدا هي هلا رح اعملكن واحدة بهاي هيدا اكبر ما بده لازات ولا بده شي حتى العجينة كمان يبشيل منه يعني ما تتلبكوا ابدا كتير المعمول طلع كبير بتشيله منه طلع صغير بتزيده عليه يعني المعمول شغلته سهله كتير هلا كمان بكبس عليها ها هلا رح فرجيكن الجوز او الفستق الحلبة هلا الفستق الحلبة هلا الفستق الحلبة هلا هلا بوسعها هيك بسكرة بسكرة العجينة كتير مريح الشغل فيها بعمله هيك بالطول هلا هلا بسكرة هلا 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 ها 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 كما ها نعمل واحدة تانية كمان بالجهاز هايدي صغيرة الله يرحم ايام زمانك كنا على طول نجتمع الجيران وكل اياتنا نجتمع ونقعد نشتغل بالمعمول للعيد او كعك العباس اذا هو الواحد ما انه قادر يعمل المعمول لانه شوي بكلف اكتر كعك العباس بكفة وبشوفكم بعد ما خلص وهيك انا خلصت هلا الطمر كل اياتو بفرن حامي راح دخله على حرارة 180 وكفة اعمل الجوز والفستو الحلبة وهيك بعد ما طلعوا من الفرن هيدا الجوز والفستو الحلبة وهوض التمر يعني شكلهم بيشهل هاي دخله هاي دخله هاي دخله هاي دخله شكلهم كتير طيب وبيشهل بعدهم سخنين نحن ترحط طيبوردو وفرجيكم عليهم بحط السكر البودرة على الفستو الحلبة وعلى الجوز وفرجيكم عليهم باخر خطوة وان شاء الله تعجبكم هالوصفي هاي دي وتحبوها واذا حبيتوها حطولي لايك هينة وسهلة وسريعة وكل عيدو انتو بخير وان شاء الله عقبال كل السنة ورمضان تكونوا بخير موسيقى